تحالف العربي غارات على مواقع للميليشيات ومخازن أسلحة في جبل عطان ومعسكر الصباحة في العاصمة الصنعاء شهود عيان قالوا أن انفجارات ضخمة تبعت غارة جوية على فج عطان غارة التحالف طالت أيضا مواقع في المخى ومعسكر اللواء 35 في محافظة تعز التي شهدت جبهات القتال فيها معارك ليلية عنيفة بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني من جهة وميليشي الحوثي صالح من جهة أخرى مصادر المقاومة أشارت إلى صد هجوم للميليشيات على حي الثعبات ومنزل المخلوع وحي الدعوة بما شنت المقاومة هجوما على مواقع المتمردين في نقيل الإبل سقط على إثره من كانوا في الموقع بين قتيل وجريح وفي الوازعية غرب تعز تمكنت المقاومة من إيقاع قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين من بين القتلى قائد ميداني يدعى أبو حرب وكانت المقاومة قد تمكنت في وقت سابق من تحرير مديرية الشميتين بالكامل الميليشيات أصبحت في حالة انهيار بعد أن امتنعت القبائل من تعزاب المقاتلين بعد أن بلغ عدد قتلىهم ويقارب 20 ألف حسب تقارير علامية وكذلك بعد انفرضت قوات التحالف رقابة على السواحة اليمنية وعقدت إيران عن ملادهم بالسلاح لذلك فميليشيات الحوثي وقوات صالح تبحث عن مخرج يحفظ لهم ماء الوجه يأتي ذلك في وقت نعلن المبعوث الأممي والد الشيخ أحمد نجاح مساعيه في إقناع أطراف النزاع باستئناف المفاوضات كاشفا أنها ستكون في جينيف وستعقد أواخر الشهر الجاري مليشيات الحوثي وعلي عبد الله الصالح لهم تاريخ طويل في نقض العهود ولا يمكن لأي من يلثوق بهم نهائيا وذلك لأن لهم تاريخ طويل في نقض العهود وأي مفاوضات محهم لا يمكن أن تؤدي إلا إلى الفشل وكانت الحكومة اليمنية أعلنت موافقتها على سيناف المفاوضات بعد تلقيها ضمانات من الأمم المتحدة بتنفيذ المتمردين لكل بنود القرار 2216 وبدون شروط وهو ما يعني عمليا استسلام المتمردين وعودة الشرعية وإنهاء الانقلاب لا يؤمن اليمنون على أي مفاوضات تجري مع الحوثي أو صالح لما لهم من تاريخ طويل في نقض العهود لكن هناك من يرى أن الحال اختلف هذه المرة بسبب ما وصلت إليه الميليشيات من هزائم وحال مترد ما لا يدع لها مجالا إلى الاستسلام حربا أو سلما فهل سيختلف حال الجينيف الثنين عن سابقه؟ صلاح بلغبر الإخبارية عدن